السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الأخبار معكم مازل من مصر تحياتي لكل المتابعين والمشتركين فيديو جديد النهاردة على قناة مساء الأخبار آآ سبعتاشر حريق في آآ منطقة اسمع الكورنتيز دي في الارجنتين والحيوانات تحول الهرف في مشهد غريب جدا والعياز باللي ربنا يبعده عننا وعنكم آآ مصدر الخبر هو جريدة اليوم السابع هنبدأ على بركة الله هذه المنطقة الارجنتينية حصل فيها سبعتاشر حريق اثرت على منطقة تقدر بحوالي آآ تمنمائة الف هكتار واثرت مقاطع الفيديو دي على الناس في محاولة آآ الحيوانات للهرب من النيران طبعا مشهد مؤسر جدا آآ هنشوف حاجة غريبة دلوقتي بصوا الحيوانات بتحاول تجري من آآ اللي بيحصل آآ وحاجات غريبة جدا يعني مشاهد غريبة جدا آآ والحرائك اللي موجودة اعلن حاكم دي آآ في هذه المنطقة كارثية بيئية مشهدا لان الضرر الذي يلحق بالنباتات والحيوانات في تلك المقاطعة يعتبر آآ كارثة بمعنى الكلمة حيث فقدنا الآلاف من الحيوانات المحلية في جميع مصبات الانهار يعني حاولت تهرب من النيران تاهت منهم وزي ما تقولوا ان كانت دي محمية او فيها آآ بعض الحيوانات يعني كانوا بيعتمد عليها كدخل اساسي آآ صحيفة الناسيون هي دي الارجنطينية اللي نقلت الموضوع وده مشهد غريب جدا هنشوفه دلوقتي آآ ليه الحرائك دي في حيوانا اسمه البومة محروق والعزو بالله بيحاول يجري فيه حتة من جسمه اتحرقت آآ وهنسيب لكم ببقية الفيديوهات دي موجودة على الستوري بتاعت القناة وعشار في موقع صحفي او مؤتمر صحفي انه لازال لدينا سبعتاشر حريق نشط في المحافظة باكملة يعني لسه الحرائك مستمرة حتى هذه اللحظة حوادث آآ ياخد اكثر من الفين وستمائة من رجال الادفاق طبعا يعني عدد كبير جدا وكسير منهم في حدود آآ كواتهم بعد عدة ايام من مكافحة الحريق شو بصوا المناظر حاجة طبعا يعني آآ والعزو بالله ربنا يبعدها عن كل الناس ان شاء الله ما تتكررش واوضحة آآ الراجل ده بيقول يعني انه وتم استخداد مع عشر طائرات حنفية وخمس طائرات هليكوبتر وشحينات وسبعة وتسعين آآ 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 خاصة في هذه المهمة يعني في جهود كبيرة جدا من الدولة متقدمة وزي الوضع لا يزهر الدوق آآ في نهاية النفق طبعا آآ احنا جاب لكم زي ما قلت كل حاجة بالمصدر هوق بصوا المشهد غريب المشهد غريب وبصوا النيران مواصلة عاملة ازاي مشاهد طبعا ربنا يبعدها عننا وعنكم واكد رئيس الاكليم بحزنه ان المقاطعة هي بالفعل منطقة كارسية بيئية بالنظر الى آآ حجم هذه الحرائق والحال الوحيد هو هطول الامطار يعني آآ ان ربنا يكرمهم ان شاء الله وبني انا يدعي لهم اخواتنا في الارجنتين برضو لان زي ما قلت آآ آآ زي ما قلت هذه يعني الاخبار قبل كده قلت ان احنا ما بنهتمش ايه هو الجنسية بتاعت البشر في الاول في الاخر دول بني ادمين واللي حصل فيهم كده حتى الحيوانات طبعا الواحد الرفق بالحيوان دي حاجة من حاجات الاسسية طبعا آآ في حياتنا يعني لا نتمنى الازى ولا البني ادم ولا الحيوان حتى بالاضافة الى ذلك آآ حدد في الديس ده ان في عدد كبير تم حركه بالفعل وهو ما يمثل ما يزيد آآ قليلا عن تسعة في المية من مساحة الاقليم انتم متخيلين يعني تسعة في المية من مساحة الاقليم الاقليم يعني رقم كبير جدا مساحة كبيرة جدا شاسعة والعياذ بالله لا يمكن قياس الخسار النجمة في السنة الليها في جميع الحياة المقطعة بالدقة يعني حتى زي اللحظة هم تقديريا بيقولوا ان دي مصيبة بشكل كبير والعياذ بالله ولكن آآ ان شاء الله آآ تكون نهاية الموضوع ده على خير وتنتهي هذه الحراكة من ضمن الاخبار بقدر الموجودة دلوقتي على السحة وهو خبر آآ ان الرئيس الاوكراني يدعو الوقف فوري لاطلاق النار في آآ شرق البلاد او في منطقة وهنعرف التفاصيل الخبر ده لسه نازل زي ما بقول لحضراتكم وهي مصدر خبر هو آآ العربية او موقع آآ العربية آآ هنشوف الموضوع ده هو موجود بالفعل على كل مواقع التاصل الاجتماعي ان الرئيس بيحاول آآ ان هو يوقف اطلاق النار بشكل فوري وبيقول ان في عواقب مش ممكن اصلاحها من هذه آآ يعني التطورات واللي بيحصل في الوقت الحالي او من اطلاق هذه النيران بيقول الكريمليم بيقول التطورات في دنباس قد تقادي العواقب غير قابلة الاصلاح دعا الرئيس الاوكراني اليوم الاحد لوقف فوري لاطلاق النار في شرق البلاد حيث تزايد الاشتباكات بين الانفصالين المدعومين من روسيا والقوات الاوكرانية في الايام الاخيرة وقال الرئيس ان اوكرانيا تؤيد اجراء محادثات سلام في اطار مجموعة الاتصال السلاسية التي تضم كيف الى جانب روسيا ومنطقة الامن والتعاون في اوروبا طبعا اتكلمنا في الموضوع ده كتير ولكن انا مش عارف يعني من كم يوم كان الرئيس بيقول او الرئيس الاوكراني بيقول احنا مستعدين على اتم الاستعداد بالحرب مع او ضد روسيا ولكن دلوقتي بيقول وقف الاطلاق النار انا مش عارف في حاجة مش مظبوطة واضاف على تويتر نؤيد تكسيف جهود السلام ندعم انعقاد مجموعة الاتصال السلاسية بشكل عاجل وقف اطلاق النار على الفور وازدادت مؤخرا حدة التوتر والمعارك عجبها في شارك اوكرانيا بينما يتبادل انفسريون المدعومين من موسكو وكيف الاتهامات بتصعيد النزاع طبعا زي ما قلت وزي ما بقول في كل فيديو ان شاء الله ما يحصلش حرب وربنا ان شاء الله يوقف هذه الكارسة العالمية بكل المقاييس في اسلحة محظورة وفي هذا السياق اعلن الكريملي ان تطورات في دونباس قد تؤدي العواقب غير قابلة الاصلاح زي ما قلت لحضراتكم وفي وقت سابق اعلن المركز المشترك لمراكبة نظام وقف اطلاق النار في جمهورية دونتستيك دي الموالي الانفصالين صباح اليوم من احد ان قوات المدفعية الاوكرانية قصفت اهدافا جديدا باستخدام اعيرة مية وعشرين ميلي طبعا يعني بدون ان احنا ندخل في المواضيع تاني احنا عارفين وفاهمين كل اللي بيحصل ولكن الحاجة اللي انا او الجديدة بالذكر ان انا جايبها عشانكم النهاردة ان الرئيس في خبر عاجل النهاردة الاوكراني هو اللي بيدعو الوقف فوري لاطلاق النار في شرق البلاد ومش هو بس اللي بيدعو يعني احنا بندعو اه ان شاء الله ان الحرب اه تقف بين البلدين في اخر خبر معنا في هزي اه الجولة ان شاء الله تفاصيل صفقة اسلحة امريكية ضخمة للاردن تحياتنا لشعب الاردن كله هنتكلم دلوقتي اه من موقع اسمه سبوتنيك بالعربي وفقت وزارة الخارجية الامريكية على صفقة اسلحة للاردن قيمتها المبدئية نحو اربعة فاصل اتنين مليار دولار فيما يقدر باثنين فاصل تمانية وتسعين مليار دينار اردني وتشمل مقاتلات اف ستاشر ومحركات وانظم التسليح واجهزة اتصالات ورادرات طبعا يعني انا عامل الخبر ده كنوع من انواع ان احنا بس بنتكلم عن دولة الاردن وبنوجه لكل شعبها واهل الاردن المحترمين تحية وتقدير وان شاء الله ما يستخدموش هذه الاسلحة الا في الخير وكل الدول عندها اسلحة يعني متأكد من حاجة زي كده ولكن انا شفت الخبر موجود من دمن الاخبار الموجودة عشان كده قلت اجيبوا لحضراتكم وبالمرة نمسي على كل اهل الاردن واخواتنا العرب اللي موجودين في الولايات المتحدة الامريكية بشكركم جدا كم معاكم اخوكم مازن المصري تحيات لكل المتابعين اه اشوفكم في فيديو جديد وبشكر كل الناس اللي بتكتبو لنا في التعليقات ويا ريت الناس المشتركين الجدد يكتبو لي اه يعني انا اول مرة مثلا يشوفوا القناة او حاجة في التعليقات فيه ناس كتير انا بفهم من تعليقاتها اه عشان ما بتتكررش كتير ان دول موجودين لاول مرة فبرحب بكم وبرحب طبعا بكل حبيبي المشتركين معانا اه من فترة اه كبيرة اه استاذ غادة مديرة التعليقات استاذ خدر كل المشتركين والمتابعين عضرم الجزائر ورادية وآآ في في آآ مايا كل المتابعين والمشتركين مش عايز اقول حد وانسى حد آآ استاذ ربحة من مصر كل كل الناس شكرا واشوفكم آآ في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته